السلام عليكم اخوتي وشراكم لباس بخير جينا نحكو على الموبارات هذي اللي ساببا نحكو على الموبارات ونحكو على رياد محرز ونحكو التانيك نحكو على هجوم تاع السيتي اللي كان ضعيف اليوم يعني ما كانتش خطورات كبيرة كانوا هكذا بعض اللحظات ورية محرز تانيك ضيع هدف والوسمو واليونايت تضيعو هدف بالصح وراه الاشكال في كما قولو في المقابلة هدية اللي خلات انه في يخرج المبارات سيفر سيفر انا حسيت باللي رح تخرج سيفر سيفر من ضربة الجهاز اللي معطاها هلوم شو الهدف اللي ضيع وراه يد محرز الفاص افاص عرفت باللي المبارات وننوع المبارات يعني النوع تاع المبارات او اللعبة تاع المبارات وطريقة اللعبة تاع المبارات خلاتني نحس انه المبارات رح تخرج زيرو زيرو صراحة شوفو اه نحكو اولا وراه الاشكال لي النوع موشيستر سيتي قبل ما نبدأو نحكو هاد الاشكال ياخي سمعتو الاسمو المؤديع وش قلق بين الشوطان قلق باللي في الشوطة التانية طوالاز ورياد محرز رح يكون الضحية الاولى هنا الهبن باللي الضحية الاولى رياد محرز الكل يعرف انه الضحية الاولى هو رياد محرز دوك نحكو الامور تاع المبارات ونبعد نتطرقوه للموضوع تاع رياد محرز نخلوه الاخر اخر ما نكملو لتحليل المبارات او انا مشي محلل دايما نقول لكم باللي انا مشي محلل ولكن نعطوه النظره على المبارات وراه الاشكال في 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 السيتي شوفو خوتي اليوم تحسب اللي السيتي اي دارو ماركيت او لقيت النظره برك خفيفة تحسب اللي السيتي لهجوم تحلع بدون وسط ميدان واحد برك هو كيفين دي بروين واحد هو كيفين دي بروين لعبوا رياد محرز خيسوس اه رياد محرز خيسوس اه رياد محرز خيسوس راني جاي لاهتنيك هو عنده دور كبير في فاشل كيم ما قولوا الاجنيحة دوك نعطي لكم علش بالصح اول انه دولة المنطقة وسط للميدان تحسب اللي جارديون لليومة الاب اكتر دفاعيا ل葉 نقول لكم برقة لتشكيلة ل Inv v تشكيل موسيستر ايدرسون .. لارس... وہلكر دياس مدافع مدافع كانسلو مدافع وفيرناندينيو مدافع يعني حتى عنده اظهيرة ولكن يعتبرون مدافعين يعني على بلكم مش حلم المدافع واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع مدافعين ولعب المهاجمين شكون هما اربعة اربعة كرياض محرز دي بروين ستيرلينج وخيصوس فهمتوا يعني وراه ما نقول لكمش باللي واسمه قون دوغان يلعب لعب مليح بسح وراه الواسط الميدان الهجومي ما لعبش بواسط ميدان هجومي يعني كيفي واسمه ما دخل بيرناردو سيلفا اللي يقدر يساعدهم كتير يعني باشي القوة تحسي تي كانت ياخي دايما عندهم الاجنيحة وعندهم واسط ميدان اللاعب كيما نقوله صانع الالعاب كيفين دي بروين وعندهم لاعب وراه كيفين دي بروين شكون هو كل مرة وش يدخل مرة يدخل قون دوغان مرة يدخل بيرناردو سيلفا كان دافيت سيلفا مرة يدخل واسمه في الفودين يعني اليوم ما كانش يعني نقص من القوة يعني هنا تحسوا بالليل مباراة كان غواردي ولا خايف منها وهذه الفلسفات تحبيب غواردي ولا اللي خلاتو خلاتو يخرج زيرو زيرو لان غواردي ولا من دك يخاف من بعض المبارايات يفقد ويخسر او يجي بالنيل شفناها مع ليون ليون ورجعوا قيمة وخاف منه ولعب سياسة اللي جامل يلعب بها وهذه هي السياسة اللي دار هنتهي اليوم سبع مدافعين واربع مهاجمين برك بدون اه وسط ميدان هجومي وراه رودري وراه رودري فهمتوا وش حبيتنا نقول لكم يعني حتى ماندي وما دخلوش لو كان دخل ماندي ماندي كان مليح وش عندك دخل هو كانسلو كانسلو بشي عام وشوية هجوميا وانما الخطة مانجحة لوش وولكر سارع وكانسلو اللي يدريب لي وانما باش شوفوا الخطة بلي اليوم وولكر ما كانش يطلع بزاك راني جايكم باش نوصل لكم النقطة اللي راني حايب نوصلها لكم لكم اه وولكر اليوم ما كانش يطلع بزاك وولكر في الشوط الاول او الشوط التاني كذلك قليل وين كان يطلع حتى الدقيق اللي خرانيين قليل وين وولكر كان يطلع كما زمان باش يفتح اللعب يعني انتا يكونوا عندك اظهيرة مليحة يفتحوا يخلوا لي يخلوا يعني لما نحكي لكم على محرز مش ما تبقى شعروا يدفع لمحرز اني نحكي لك عن مباراة علاش خرطة زيرو زيرو علاش الهجوم تعمل ش سرسيتي ما كانش مليح الاجنيحة كي يهبطو هي يعطو الوقت بل الوسم والأظهيرة كي يهبطو هي يعطو الوقت لكي ما قولو الاجنيحة باش القروحة او الاجنيحة كي تدخل للوسط الميدان الاجنيحة جيت كوبري لهم فهمتوا وش حبيت نقول لكم هادي نقطة راك ووصلت لكم الفكرة باللي اليوم اللعب بدون وسط ميدان هجوم يمدار يلعب رودري ويلعب قوندوغان يعني الزوج نقصهم اليوم من الهجوم رودري هو وسط ميدان دفاعي وهجومي في نفس الوقت فهمتوا واسمه قوندوغان او بيرناردو سيرفا اللي يتحركوا وهما اللي يسربوا اللعب هما اللي يسربوا اللعب كيفين دي برون او الرياض الحرس او هما اللي يبدأ تبدأ الهجمة من عند المدافعين يعطوها القوندوغان او يعطوها الوسط الميدان سواء كان بيرناردو سيلفا او قوندوغان وكان زمان دافيد سيلفا اللي هو يسر باللعب للجنيحة أو الوسط للميدال كيفين دي بران فهذه النقطة اللي طاك ما كانش اليوم فهمتوا علش سيتي كان ضعيف زيدوا نجو الخيسوس خيسوس هذا يا أخوتي اليوم هو ساهم في ضعف الهجوم تأمونشستر سيتي فالساهم كما راكوا تشوفوا واسمه التموقع تاو الحراري تشوفوا باللي خيسوس هذا يا في الشوط الأول وما في الشوطة الثانية نفس الشي تشوفوا خيسوس أنه ما كانش يتموقع كمهاجم صارح تموقع تاو كان أكتر شي دفاعيا يعني أكتر شي دفاعيا أو في نص الملعب الثاني يعني في الوسط للفوق ما كانش في العطاق يعني انتهي أنا خليت فراغ اللي المدافعين ما كانش اللي يجينيهم يروحوا يغلقوا على الأجنيحة فإنما لو كانت تحركة تاك مهاجم صارح داخل وسط الميدان تخلي بعض المواجمين يجول عندك ويخلوا شوية مساحات للأجنيحة فهنا يا خيسوس كان داير إشكال كبير اليوم خيسوس تحركت تعول لخلات السيتي إجمالا قلت لكم النقطة الأولى وسقط لكم النقطة الثانية هذا هو ضعف هجوم السيتي اليوم وهذه تعليمات من بيب كوارديولا بالنقطة الأولى تعليمات من بيب كوارديولا تعليمات من عند بيب كوارديولا كنا نشوفوا خيسوس أو بار اكزمبل أغويرو كانوا يدخلوا في الهجوم كانوا يجيبوا زوج مدافعين فالمدافعين القوا حرية بش يغطوا راحيم ستيلينغ ويغطوا رياض محرز فهمتوا ماذا حبيت نقول لكم وبوقبه والأخر وسط الميدان كانوا يغطوا اسمه دي برون فأخلاص مات اللعبة من الشيستر سيتي شوفوا نحكي لكم أولا على رياض محرز رياض محرز بيكل صراحة رعطى بيت كان محقق جدا 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 علاش اللي رعطى رياض محرز بيت ونقول لهم بعد نحللوا ثانيك في الموضوع هذا واش بقى رياض محرز في من الشيستر سيتي هذه رياض محرز رعطى بيت فاصة فاص لعلاه لأن ما اخداش القرار الصحيح ما اخداش القرار الصحيح القرار الصحيح عند المهاجم في لقطة سريعة يتيري ديريكت كما قولوا تمد البانون لللاعبين واحد اخرين نية تعرف وقتاش تروطار دي باش تماركيها رياض محرز كي جاتو كانت هاد الاهداف أو هاد المنطقة اللي كان فيها رياض محرز كانت كي جيه البانون ما يحبش ديريكت يش حطها هي جاية حط رجلو يخبطها في الزاوية اللي مل هي ماركيها رياض محرز خافي يبحرها وتردد وقف لانو ماركي تولي شته تردد وقف خمم ومبعد جبد ومبعد باش تيرا اعطاها اعطاها الوقت للمدافعين باش يجو اعطاها الوقت للحارس باش يركز روحول وكان كي جاتو اللولانية كان هو والحارس شوفو غير تردد تغطا في الحالة تردد لانو تردد تواني طويلة تردد ووقف خمم فهمتو خلات المدافعين اللي ما قولوش رياض محرز شوفو يا خوتي قلتها لكم دي خطره وما زان زيد نعاودها لكم انو رياض محرز حتى يقدم مباراة مليحة زوج ملاح لكن ما يقدمش وحده زوج هو الضاحية هو الضاحية الاولى ورا كنت شوفوها يعني راح يمسترلينج وجار اليوم علش ما خردش راح يمسترلينج ودخل في الفو دعني يبدأ بوليد بلاده اكيد طوراس فهمتوش حبيت نقول لكم علش ما خردش راح يمسترلينج ودخل طوراس فهمتوش حبيت نقول لكم يعني الضاحية يا رياض محرز دائما هو الاول يا رياض محرز لازم تكون كل ماتش ماركي لهم دوبيت طروابيت باش يلتمل يتضمن بلاستك في نادي كما هذا لماذا؟ لان المركز تارياض محرز فيه لاعبين كثير يعني من المستحيلات من المستحيلات السبعة رياض محرز راح يضمن بلاستوكا اساسي في السيتي من نحت العشرين سنة ما دام كي لاعبين بززاب في التاماركوستيعوا تغلط خطرها لاخطرها الجاية ما تلاعبش فهمتوش حبيت نقول لكم وعلى هادي يا رياض محرز لو كان يروح النادي مليح أرسونال على الاقل أرسونال أرسونال نادي اللي حبو الجمهور الجزائري النادي كما قولوا اللي اللي كما قولوا يقدر يلقى روحو فيه النادي اللي ما عندوش لاعبين مهاريين ولا ويغين فهمتو؟ أوي بدل يعني السيتي هاديا من المستحيلات نحنا دكا وش بقى نبقى نبقى نساعد بن رحمة ساعد بن رحمة ايضا ضمن اساس بلاستو أساسي في وسهم ما رحش نزيدون المرض وكما رانا نمرضوا مع السيتي يقدم لك ما تملح ومبعد يقدم لك ما تملح ومبعد ما يبنش ومبعد يقولوا يخرجوا احتياطي دوزان مينة وخراج مرض مرض السيتي هاديا مرض على هاديك اللي رانا نقوله رياض محرز الوكان حنا ما نتحكموش فيه رياض محرز الوكان يخرج من السيتي باش نرتاحه يروح النادي اللي يلقى بأساسي سواء قدم مباراة مليحة ولا مشي مليحة احنا ما نمرضوش احنا نجو نحلو بلي اليوم رياض محرز قدم اذا امليح اليوم رياض محرز ما قدمش اذا امليح ما نبدوش نقوله هذا ضاحية وشوف بارسكو هذا كوليد بلاد وفهمتوش حبيتنا نقول لكم خاطي هذا وش عندي وش نقول لكم ما طوش عليكم ونقول لكم السلام وليكم ورحمة الله وبركاته السلام